نهاردة هنقل بيها الكابسل زينيكس هنشح بيها الكابسل زينيكس المحاضرة اللي فاكت اخدنا الكيشاب وتكلمنا على البانل والتريم والباكسس وقلنا ان هما ممكن يبقوا سمول وميديم ولارج سايزين وتكلمنا ان هما ممكن يبقوا ديباندنت او اندباندنت واتكلمنا على الباكس يونيكس على طرق الرص المستفى النهاردة هنتكلم على الكابسل يونيكس وازاي هي وحدات موديولية متوافقة دي ممكن تتعلق سواء بالكليب اون او فلاج ان للكول بتاعنا وده الحقيقة كانت تطور لأفكار الاشد وان احنا هنقول ان اول الكيشو كورواكا يعتبر المعماري الياباني هو احدى اعضاء مجموعة الميتابوليزم وهي مجموعة رائدة في استخدام الوحدات الكابسولية وتكنولوجيا التصنيع والكليساب ابتدوا يستخدموا الوحدات الكابسولية من الخرصانة بدل استخدامها من الهياكل اللي هي الستيل فام ويلدد وابتدوا يطوروا فيها وابتدوا يبدأوا يعملوا ديزاينز مختلفة ويوصلوا لأبروتش مختلفة لتحقيق اهدفهم في التشكيل دي بعض الامثلة المختلفة معينا عن البيلدينز او الكاورز اللي اتعملت بالنظام الكابسوليونيت وازاي هي اتاتش بلكور واحد وبعدين بيبدأ نعمل لها اه او البرج ب skillet وانكم الاستertoاء في البلوغ OF تكفيتي النهارة دari سنتمت بشكل مستفيد اكتر على جرج ناكاجين هوatur bubble tea shoe المعماري موجود في unlimited gold التنفيذ كانت 72 عدد الأدوار 14 دول عدد الكابسولات 140 كابسولة أبعادها تقريباً 8.5-4-8.5 هو خلصان هو نموذج للعمارة المستدامة الحقيقة لأنه ممكن يحصل إعادة تأذوير أو تستبدال وحدة كابسولية ونيدس نحن محتاجين للتصميع والنقل الوحدات كلها اتصنعت في مصنع في مقاطع تشيكا وتم نقالها للموقع بوساطة تراكس كل كابسولة لها نافذة دائرية كل التفصولة جاية فيها مصممة جاية واحدة كاملة متكملة فيها كل حاجة سواء سرير أو ساعة أو تليفزيون جات تتجمع وتتثبت ويحصلها بلاجونة الأخر في الفور الخرصانة وبعدين الوحدات اتدت تتفكب عليه تم تجميع الكابسولات وتثبتها بزوية صمت في الأربعة اتجاهات الكابسولة عبارة عن هيكل معدني من عوارض وقوائم معدنية اتوار دائري للنفذة بنعمل طبقة علوية وسطين الواحي الألمانيوم وبنربطها ببعض وبنعمل التركيبات الصحية والكهربائية وبنحط كل الحاجات اللي احنا نحتاجينها جوه الكابسولة بحيث ان انا لحبيت اغير الكابسولة دي باخرى هنا وهي بتتشال بتترفع وبتدخل تركب في الكور بتاعها في مكانها اهي ادي الكور وببدأ ارفع الكاليونت بتاعتي وابدأ احطها في مكانها كي عن طريق التثبيت دي وهي بتتصنع في المصنع زي ما قلنا هي عارض وقوائم وبعدين بنحط فيها الراوندد ويندو هنا دي شكل الوحدة وهي متشطبة تماما وجهزة على الفكن وجهزة انها تتنقل تتعمل لها اتتشب في البندنج بتاعنا زي ما احنا شايتون كده لاتر اون بقى احنا هنشوف ايه لما هي ان شاء الله نتكلم فيه دينامج بلدنج هنلاقي ان المبنى اللي احنا بنتكلم عليه هو مبنى برضو دينامج ويبقوا يستخدموا فيه الوحدات الكابسل 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 يونت منتشرة جدا لكن احنا نعندناش مثلا مبنى في مصر بالكابسل زيلا لكن المطارات ابتدت تعمل ايه المطارات ابتدت سواء المطار دوباي فيه مطارات تانية اللي يبقى فيها المطارات تانية فتدوا ياخدوا الكابسل زيلا ويحطوها في المطار كوحدة ممكن حد يدخل يبقى عنده مثلا ما بين معادة التيارة والتيارة مثلا 3 ا 4 ساعات ممكن يدخل ينام ممكن يدخل يشتغل من خلالها بيقدرها بالشاعة او بالوقت بتاعه فتكون زي اوتال صغير ابتدت في اليابان وفلسطين ابتدت يبقى فيه مزموعة عريبة من الفنادق اللي هي عبارة عن كابسلت انت بتسخل القودة بتاعتك جهزة كل حاجة عبارة برضو عن سلايبينج اما دورج هو عبارة عن مكان في كل احتياجاتك بس ليه فاطفة قصيرة او انت جاي ومين وماشي يعني حاجة انت مش محتاج ان انت تستاني فيها long life time فابتدى يبقى فيه تطور من فكر استخدام الكابسلت مش بس انها بلدنز او ميجا ستركشور او انها تتعمل على كور بلدنز عالية لا ده ممكن احط وحدة ما في مطار ممكن اتعامل انها موجودة في موتل سوائر او موتل جنب المطار للترانزيت مثلا حيجو يومين ثلاثة او حينشو لو عملتوا صورش على ده وده في البحث بتاعك اللي هنتكلم عليه في الليكتر هتلاقوا ان انتو عندكم او استخدمات كثيرة للكابسلت مش بس انها تبقى تاورز او انها تبقى او انها تبقى هنتكلم بالتفصيل اكتر في المحاضرة بتاعتنا على وحنقارنها بالبقس وهنشوف اذا كانت ميديم او سمول او لارج ازاي وانا عندي اقدر انقلها وأجيب الكريمز العالية ما هو انا ممكن ما يبقاش عندي الاذيلابيلس هل انا ممكن اجيب الكاثريتونس على ومثلا نستلم انها في الحالة دي ميديم سايز والconnections بتاعتنا هتبقى خاكلها ايه يعني هل كده الconnections في الانتيريور بتاعنا وحنا بيكون مختلفين بالfinishing وبالانتيريور الوضع بتاعها ايه هل ام preferable ان احنا نعمل capsule unit او capsule building ل different functions عندنا هنا في مصر محتاجين نفكر وناخد ابعاد كتيرة هنتنفذ فيها في المحاضرة بإذن الله شوفوا على خير